أعلنت شركة جوجل عن إطلاق نموذجها الأحدث والأكثر تطور Gemini 2.5 Preview 0605 اللي هو بتاريخ 5 يونيو 2025 واللي يعود تحسين كبير عن الإصدارات السابقة محسن بشكل أكبر معزز بقدرات فائقة في البرمجة والتفكير المنطقي والمهام متعددة الوسائط أظهر تفوق في التفكير والبرمجة على نمازج أخرى على الام أرينا وعلى ويب ديف أرينا وأيضا تفوق في الرياضيات والعلوم وتفوق في دعم الصوت الأصلي والتفاعل العاطفي Gemini 2.5 Preview بيقدم ميزة الصوت الأصلي بيتيح تفعل الصوتية طبعية ومتعددة اللغات مع القدرة على التفاعل بناء على نبر الصوت والمشاعر أيضا يدعم أن موذج نافذ السياق تصل إلى مليون رمز وفيه خطة أنها تتوسع إلى مليوني رمز فبالتالي يقدر أنه يعالج كميات ضخمة من البيانات والنصوص بالنسبة لي الديب ثينك أو وضع التفكير العميق تم تعزيز النموذج بوضع الديب ثينك اللي بيسمح بتحليل المشكلات المعقدة بشكل أعمق وبيقدم حلول أكتر دقة وفاعلية عشان توصلوا وتستخدموا موجود على Vertex AI وجوجل Eye Studio إن شاء الله إحنا النهاردة هنجربوا على جوجل Eye Studio والنموذج بيتوفر في تطبيق جيميناي مع توقعات بإطلاق النسخة المستقرة خلال الأسابيع القادمة يلا بينا نجربوا بشكل مجاني على جوجل Eye Studio ونختبروا في بعض الأمثلة عشف أي حتة هنرجع لكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية علشان نجرب مع بعض النموذج الجديد من جوجل وهو Gemini 2.5 Pro Preview ما حتخش على الموديلز حتلاقي إن Gemini 2.5 Preview آخر حاجة آخر نسخة محدثة بتاريخ 5-6 والنسخة اللي قبلها كانت بتاريخ 25 دي كانت Gemini 2.5 Flash أما بالنسبة لـ 2.5 Pro فاللي قبلها بتاريخ 6-5 فاحنا هنقارن ما بين الاتنين دول من ناحية الأداء هروح بس هنا في Tools هبتدي إن أنا أفعل Grounding with Google Search وحبتدي أروح أعمل Compare Mode ما بين أحدث حاجة خالص واللي قبله على طول بتاريخ 6-5 هبتدي هنا أديره أول سؤال معي في البرمجة إن هو 2.5 Pro Preview المحسن أسرع زي ما أنتم شايفين خلاص فكر وابتدى في التنفيذ عن ناحية تانية لسه اللي هو بتاريخ 6-5 لسه يعني بيفكر هنشوف دلوقتي يعني أعتقد إن اللي فات قرب يعني خلص وهو لسه هيبتدي يعني هو هنا خلص أنا هنا فعلت Google Search وبالتالي أعطاني شوية suggestions أو شوية اقتراحات أنا هنا هبتدي أروح أخذ الكود Copy وابتدي أروح على HTML Online Viewer وأشوف التنفيذ بصوا بقى الجمال حاجات اللي أنا ما طلبتهاش أنا ما قلتلوش حطيلي زر أو button خاص بالvolume هو حطها Show Keys تقدرننت زي ما احنا شايفين كده هتشوف على كل مفتاح الحروف بتاعته وهنا الفوليوم تقدرننت تعالي وتوطي هو بس إيه الصوت هنا عندي مش واضح شوية ممكن أرجع أقوله هاخد بس الأول الكود الثاني كده أبص عليه بصوا التنفيذ بتاعه ضايا خالص آه بيعمل صوت وكل حاجة بس ضايا Square Waveform هنا يعني إيه؟ هو عامل حتة حلوة بصراحة الحتة بتاعت تغيير ال Waveform دي ولكن أنا شايفة أن التنفيذ بالنسبة للكود التاني أفضل ولكن ما فيه الصوت دي الحتة لأنا لاحظتها هقوله fix the problem in sound انتهى هبتدي أخد تاني الكود واروح للHTML Online Viewer أحط الكود بتاعي تم إصلاح الأشيو المتعلقة بالصوت هنا الصوت بيعلى هنا الصوت واطي هنا أقدر أظهر الكيز وممكن ما أظهرش الكيز هرجع مرة تانية هاخد الكود ده لا ربما يكون عالج المشكلة المشكلة الخاصة بالكيبورد لأن الكيبورد ما كانش مظبوط برضو نفس المشكلة معرفش ده بره لي يعني إيه مشكلة ده بره يعني وبالتالي المحسن أفضل زي ما أنتوا شايفين تعالوا نشوف طازكتين هاختبروا في الكتابة الإبداعية هنا أكتب فقرة قصيرة من منظور شبرة قديمة تشاهد الأجيال البشرية تتغير من حولها على مر القرون صف مشاعرها تجاه تجاه سرعة حياة البشر مقارنة بحياتها البطيئة والثابتة وحبتدي أدوس انتر ونشوف الإجابة والنتيجة الخاصة بالكتابة الإبداعية اللي اتنين بدأوا يفكروا مع بعض وحنشوف مين حينتهي الأول وأنا متوقعة بصراحة جيميناي 2.5 برو بريفيو المحدث يعني يبتدي الأول ولكن خب ظني لأن جيميناي 2.5 برو بريفيو خمسة ستة هو اللي ابتدى الأول واعطاني النتيجة أنا هنا متجذرة في هذه الأرض قبل أن تعرف أسماء أجداد أجدادكم لقد رأيتهم يأتون ويذهبون أجيالا طلو أجيال كلمح البصر في مسيرة الزمن الطويلة يزرعون أملهم يحاربون من أجل أحلام تبدو أبدية في أعينهم لكنها بالنسبة لي ليست سوى همسة عبرة في تمام يصيرون في نفسي مزيجا من الدهشة والحنان يعيشون حاتهم القصيرة بسرعة محمومة يركضون خلف لحظات لا تدوم بينما أخف أنا هنا أقيص عمري بالفصول المتولية النحية الثانية اللي هو النموذج السابق أنا تلك الشجرة العتيقة الرساخة بزولي في عمق الأرض منذ قرون لا تحصى ورقب من مكاني تعاقب أجيال البشر يأتون ويذهبون كأنهم مضاد سريع في نهر الزمن أشهد صراعاتهم وفرحهم وفي قلبي مزيد من الحكمة والشفقة كم تبدو حياتهم الصاخبة قصيرة وعابرة مقارنة بوجود الهادئ والممتد ورغم أن الكلمات المستخدمة تقيلة شوية في جيميناي 2.5 Pro Preview المحدث إلا أن أنا عجبني أكتر بصراحة الكتابة السهلة السالسة الخاصة بجيميناي 2.5 Pro Preview القديم ممكن يكون هنا القدرة على استخدام يعني بعض المصطلحات التقيلة شوية الخاصة بالكتابة الإبداعية طبعا أتمنى أن أنا أسمع برضو رأيكم في التعليقات عن كل مثال أنا باستخدمه تعالي نشوف مثال آخر حبتدي أختبر في عملية تحليل صفحة ويب ممكن تكون صفحة هبوط مثلا هنا أنا حقلت له يعطيته الرابط الخاص بموقع البابا.com وعايزاء يبتدي حلل هذه الصفحة من ناحية الرسالة التسويقية الأساسية ومن هو الجمهور المستهدف وما إلى ذلك وعملية التصميم حبتدي أدوس run واشوفه حيديني إيه هنا بيقول لي لازم أفعل ده حرجع مرة تانية أقول له stop وعمل run مرة تانية أنا هنا فعلت في setting URL context على رغم أنه أعطني الإجابة وكل حاجة بس أنا حبيت أن أنا برضو أمشي صح يعني أفعل URL context واشوف الإجابة هنا أنا ملاحظة أن جيميناي 2.5 Pro Preview اللي هو بتاريخ 6.5 ابتدى الأول في التحليل عن النموذج الجديد واضح أنه في الكودينج المحدث أسرع لكن في الكتابة الموضوع مختلف والتحليل هنا بناءنا على فيهم الشائع للمنصة واستراتيجياتها الرسالة التسويقية المتوقعة يتم تأكيد شركة كذا يا شركة بيتو بي ويهي حيبتدي يقول لي إيهي الرسالة التسويقية والجمهور المستهدف الناس اللي عايزة منتجات بالجملة لإعادة بيعها اللي محتاجين مصدر موسوق للمنتجات أيضا المستوردين وتجار الجملة هم نفسهم تجار الجملة بشكل عام التصميم حيبتدي هنا يحلل التصميم بتاع اللينك اللي أنا أعطيته له بالنسبة للنصوص حيبتدي حلل النصوص والكورتو أكشن وكيف يتم إقناع المطورين والشركات هنا بيقول لك بالضبط علي بابا بتعمل إيه من خلال هذه الصفحة لإقناع المطورين والشركات طبعا ناحية التانية بقى بالنسبة للمحدث هنا حيحللي صفحة الوطر رئيسية الموقع على وفدتكم ما هي الرسالة التصوقية أنا شايفة بالنسبة للرسالة التصوقية المتوقعة الوصول العالمي هي هي يمكن مفصلة أكتر وهنا أيضا الإمدادات الأقليمية الثقة والأمان بالنسبة لمن هو الجمهور المستهدف أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة هي هي برضو تجار الجملة والتجزئة قسم المشتريات في الشركات الكبيرة هنا في الجزء الخاص به الإقناع هو هنا كلمني في الدعوة لاتخاذ إجراء cool to action ما عطانيش كيف يتم إقناع المطورين والشركات تحديدا أعطها لي حاجة بسيطة جدا بيقول لي أن في إيصال رسالتهم كما نصة علمية استخدموا تصميمات ونصوص واضحة ودعوات متعددة لاتخاذ الإجراء يعني مش مشارح بالتفصيل الجزء المتعلق بإقناع المطورين والشركات تحديدا يعني فأنا عجبني النموذج الأصلي أكتر هناخد مثال آخر وهنا المثال خاص برابط فيديو تعليمي بيتكلم عن مشكلة كونك لطيفا للغاية في العمل يعني إنسان بتتعامل مع الناس كده بطيبة هنا أنا طلبت بأنه الخطوات الأساسية اللي بيقترحها الفيديو بلغة العربية ويحلل لي الأسلوب المستخدم في الشرح مع الإشارة إلى توقيتات محددة في الفيديو كأمثلة على استخدامه للرسوم البيانية أو الشرح المبسط هنا أنا عايزة يحلل لي طريقة الشخص اللي بيشرح جوا الفيديو أو الأسلوب الشرح اللي هو استخدمه داخل الفيديو الفيديو ده من على منصة تيدكس لكده هنعمل رن ولكن تأكد هنا إن انت مفعل ال URL لكونتيكست وهنا أيضا هفعل خدرته على إراية ال URL وهبتدي أدوس رن المشكلة في كونك لطيفا للغاية في العمل كيف أنا محاولة إخفاق القلق بتقدمه لأتاك الموصول هنا بيقولي لاب أتبكر من الوصول إلى محتوى الفيديو مباشرة أنا أعطيكي لأصلا الرابط يعني هنا يقدم الفيديو لازي تقدمه علامة النفس الاجتماعي كذا وقال لي أنا لا أستطيع مشاهدة الفيديو مباشرة أو تحليل عناصره المرئية ولكن هنا أعطاني الأسلوب في الشرح فعال بساطة والوضوح التطبيق العملي قصص وموقف وحياة طبيعية حتدي المرة دي أديله يوتيوب فيديو هنا قلتله حللي هذا الفيديو وعملي صوت أناليسز ده هذا الفيديو ده إعلان عليه فيوز كتير جدا ملايين يعني من الفيوز وحتدي أدوس ران أنا هنا أعطيته اليو أر إل في الحالتين هنا تحليل إعلان بم دابليو ده المحدث زي ما احنا شايفين عطاري نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات عن ناحية التانية لسه بيفكر هنا بيبتدي الديني التايم ستامس بتاعت كل جزئية وبعد كده ابتدي يديني النقاط القوة ونقاط الضعف بالشكل ده هنا العملية فيها شرح من غير الدخول في تفاصيل كل نقطة خاصة بالإعلان هنا بي يعني أنا شايفة أنه هو بيشرح يعني ثانية ثانية هتلاقي سيارة سيارة دفع رباعي تكتازي المياه هو هنا لخصي الموضوع لخصي وحللي الإعلان وعطالي صوت أناليسز بشكل كمان جيد أكتر ومنظم أكتر يعني أنا شايفة الإجابة هنا هتكون بصالح المحدث هنا أنا عايزة أختبره في فهم الصورة هقول له قم بشرح تفصيلي لما يوجد بالصورة عايزة يشترح لي بتفصيل المايند ماب صورة دي فيها مايند ماب ابتدى النموذج السابق يديني الشرحة على طول أسرع في فهمه للصورة ولكن على الصعيد الآخر المحسن منظم أكتر أنا شايفة الاتنين زي بعضي لكن هنا هو مهتم بتفاصيل صغيرة زي الجزء المتعلق بالهيدنج هنا مثلا أكبر من الخط الفونت سايز بتاع البراغراف زي ما احنا شايفين مهتم بي الجزء التنظيمي شوية وبكده نكون وصلنا لنهاية فيديو النهاردة أتمنى أن تجربوا وتقولي رأيكم أيهما أفضل المحسن وهل التحسين كان كبير ولا أنت شايف أن التحسين أنا شايفة التحسين في البرمجة أفضل في كتابة الكود ولكن أي حاجة تانية أنا شايفة أنها متقربة إلى حد كبير فريد أسمع رأيكم في التعليقات زي ما أقولك في نهاية كل فيديو ما تنساش تدعمنا باللايك والشير والكومنت لو كنت متابعنا الأعزاء ولكنت بتشوفنا الأول مرة ما تنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته